اهل وسلام بكم حباء في الله النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية منتشرة الايام دي بكسرة جدا وهي رؤية التقبيل في المنام التقبيل في المنام حباء في الله ينقصب الى جانبين الجانب الاول قد تكون رؤية صادقة والجانب الثاني قد يكون اضغاص احلام طب واعرف ازاي ازا كانت التقبيل في المنام ده ازا كان اضغاص احلام ولا رؤية صادقة هقولك الكلام ده في دقيقة معدودة بس قبل ما نخش على تفاصيل الفيديو المهم ده عايزك تدوس لايك علشان الفيديو بتاعنا يوصل ل اكبر قدر وممكن من الناس دوس تلايك دوس تلايك يلا نخش على تفاصيل الفيديو في حالة لو ازا كان التقبيل في المنام او التقبيل اللي انت شفت ده يعتبر اضغاص احلام على سبيل مثال ان ازا انت كنت مسلا بتفكر في بنت او بتحب فتاة ومشغول بيها اه وايا كان ده جاء اللي علاقة ما بينكم سواء ان كنتوا اه اه مخطوبين او كان كانت زميلتك في العمل وانت بتنظر لها بلهفة وبيجي الموضوع معاك بالليل على اساس اه ان انت بتبص وقد يكون في استحلام او من غير استحلام كل ما في الامر ان انت يعني صورتك اه صورة البنت دي متعلقة في ذهنك بسبب بالنظر لها اكثر من مرة والتفكير فيها وكذلك الامر بالنسبة الفتاة ازا انت كنت متعلقة بشاب وبتفكر فيه بتفكري بالشخص ده في الشخص ده وصورة الشخص ده في ذهنك بسبب التفكير فيه وآآ بتفكر فيه بشهوة او بلهفة ده كله يكون من باب الشيطان وزيادة دفع آآ النفس نحو الهوى يعني بمعنى صح بيكون اضغاص احلام والشيطان هو اللي اللي بيين لك الصورة ديت تمام يعني الشيطان هو اللي صور لك الكلام ده ويكون اضغاص احلام او حديث نفس لا شيء فيه مالهوش اي تفسير كل ما في الامر ان انت آآ متعلق بالفتاة وصورتها في ذهنك وكذلك الامر بالنسبة الفتاة ده كله اسمه اضغاص احلام او آآ حديث للنفس اما الرؤية دي هي الرؤية الصديقة بتكون في حالة ايبا لو انت شفت ان انت بتقبل رجل او رجل بيقبل زوجته او خطبته او امه او احد ما حارمه آآ كخالته او عمته او صديقته او رجل يعرفه او رجل لا يعرفه كذلك البنت المحارمها وصديقتها كل الاشخاص دول طيب في حالة ايبا الكلام ده كله اعرف ازا كان رؤية صديقة ولا مش صديقة في حالة لو قبلت كل الاشخاص دول بتكون رؤية حسب التصنفات بمعنى يعني مثلا لو حلم بها شخص من رجل يعني شخص من رجل او امرأة عزباء او متزوجة او حامل هبسط لك الموضوع اكثر ما يكون على سبيل المسال آآ انت ان كنت بتقبل احد بشهوة وما كنتش بتفكر فيه خالص ده معناها من رأي هينال ما يريد من امره يعني انت ازا كنت بتقبل حد بشهوة في المنام والشخص ده انت مكنتش بتفكر فيه خلص سواء كانت بنت والبنت دي كانت لا ربما كانت مجهولة معناها ان انت في طموع جواك وان انت في اسرار جواك على على حاجة معينة او اه 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 او مع البنت دي هتزداد ان انت هتكونوا متربطين مع بعض ربما يدل ايضا عن انت هتوصل للي انت بتتمناه حتى لو الحاجة دي كانت صعبة او كانت امنية اه صعبة المنال بمعنى اصح اه بمعنى صح عزرا طب اللي شوف ان هو احد يقبل صبي يعني انا شفت ان انا مقبل صبي اعرفه ده بيدل على مودة ومحبة ما بين الصبي وبين والد الصبي يعني اه ازا انت ازا انت شفت ان انت بتقبل ولد في ولد صغير في في المنام اعرف على طول ان فيه صلة صلة رحم او مودة او اه اه فيه شراكة خير ما بينك وبين ابو الولد دوت طب واللي شوف في منام ان هو قبل شخص زو منصب عالي طب اه ازا انت كنت اهل للمكان ده معناها ان انت تتنصب في المكان ده وما كنتش اهله ده بيدل على الفرج القريب ليك ربما يدل على مال مال ربما يدل على عيس ربما يدل على حاجة اه انت مكنتش متخيلها ان انت هتوصل للمنصب ده اول حاجة دي بس ربنا عز وجل اه هيحقها لك ده في حالة لو انت شفت ان انت بتقبل اه او بتبوس يعني اه بالعامية كده زي ما بنقول اه شخص زو منصب عالي طب اللي شوف ان هو يقبل عبد او خادم ده بيدل على المحبة اللي ما بينك وبين الناس او ما بينك وبين الاشخاص اللي انت شفتوهم في الحياة دي سواء كان خادم او سواء كان عبد سواء كان اه راجل شغال عندك في شركة راجل شغال عندك في مكان اعرف على طول ان في محبة ما بينك وبين الاشخاص دول والاشخاص دول ما بيكونونش ليك اي شر اما التقبل للسلطان او الحاكم او القاضي رفيع المنصب ده معناه ازا كان اه امر اه قضاء او حكم طلب لديهم فانه مقبول او مصدق الحديث يعني انت لو كنت اه اه ليك امنية او ليك طلب عند عند المنصب المهم دوت او الاشخاص دول زو زو المكان العالية اعرف ان ان شاء الله المنصب ده ان الحاجة اللي انت بتتمنيها ديت هتتحقق اه عن قريب ان شاء الله امن كنت انت في حاجة اه ليهم سواء اه مشكلة عندك في حياتك او ما شبه اعرف على طول ان في خير وفير جاي لك في الفترة اللي جاية باذن الله عباف الله دي اغلب تفسير ما جاء في التقبيل في المنام فعايزك تعرف ان التقبيل في المنام ينقسم الشقين زي ما قلتلك الشق الاول هو تغسل الاحلام والشق الثاني هو الرؤية الصادقة زي ما قلتها لك في الفيديو بالزبط في نهاية الفيديو حبايا في اللام مش هفكركم لو اي حد شاف رؤية متعلقة بالتقبيل ياريت يكتبها لنا في الكومنت اسفل الفيديو علشان نقدر نفيد بها ناس تانية وما تنسوش تشيركم في القناة واتفعلوا الجرس علشان قناتكم قناة مفسر الاحلام توصل لك بالقدر ممكن من الناس دمتم في رعاة الله وامن وإلى اللقاء في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله